هل سجلت حالات كورونا في الأردن نعم أو لا لا وبثم مليان بحكيها ايش يعني بثم آم نحكيها بثم مليان لأنه ما في عنا ولا أي حالة لغاية هذه اللحظة لم تسجل أي حالة كورونا في الأردن واحنا البعض نعقول كل الإقليم اللي حولينا نعم سجل حالات ونحن ولم نسجل نخترع حالة مش هنقوله نحن نسجلنا حالة يعني هيك برأيك يعني أخ محمد أنه نخترع حالة ونقول والله إحنا سجلنا هي مصابقة يعني إحنا إنجاز لغاية هذه اللحظة لم نسجل حالة وليس أنه تسجيل حالة مع أنه إنجاز الإنجاز إنك لا تسجل حالات هذا الإنجاز هذا بدل على الإجراءات اللي أنت نتخذها أنت في ناس بيجون وحجزت ناس في المطار طبعا هذه الإجراءات هي هاي المانعة أنه نسجل حالات هاي هي الإجراءات القاسية اللي إحنا نتخذها والحجر على الناس اللي جايين وظروف الحجر القاسية اللي إحنا نتبعها هي المانعة أن نسجل حالات وهذا إنجاز لوزارة الصحة لغاية الآن لم نسجل أي حالات وذلك يعود الفضل لنظام الرزد الموجود في وزارة الصحة إحنا نظام رزد إحنا عنا نظام رزد في وزارة الصحة نعم شور معلش الموضوع حامي وخلينا نحكي بوضوح إجراءات الرزد اللي علمان في المطارات مش كثير دقيقة كيف عين دقيقة شو ماسح حرارية يا دكتور يا دكتور خبراء الأوباء بقول لك لازم تفحص كل واحد بيجي من منطقة قد يثار حولها شبهات وتفحص كيف تفحص بالعين اللي بتكلفته سبعين والثمانية لا 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 التوصيات العالمية اللي إحنا يعني اللي إحنا بنسير فيها في الأردن هي توصيات عالمية موصاب بها من قبل منظم يش اللي عنده حرارة بأخذ حبة بردور في الطيرة وبنزل هذا إجواب خبيع أطباء نعم موخذ حبة مسكن حرارة بنزل من الطيرة ما بتعرف أنه عنده حرارة ممكن 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 أنه يأخذ حبتين ربانين وينزل وما يكشفوا الجهاز أنه عنده حرارة طيب اللي يصاب بالكورونا بيكون مريض بيكون مريض مش بس حرارة عنده مش حظة يعني الحرارة مش مش العراض الوحيد للكورونا الكورونا إذا كان مريض بالكورونا فهي عدة أعراض من ضمنها الحرارة وليس الحرارة الوحيدة اللي إحنا الحرارة إحنا بنستخدم الحرارة للكشف أو التنبيه أنه هذا الشخص في عنده حرارة إبحثوا جيدا حتى تتأكد من كله ومن هذا البيروس طيب بدي أسأل سؤال في ذات الإطار وإحنا بنحكي الناس قلقانة والناس يومهم تسمع أخبار باستمرار وبنحكي عن مركز الحجر والمستشفى البشير وجهزات الحجر نعم وبدي أسمع منك شو وضع مركز الحجر سواء في البشير أو المركز الجديد اللي عملتوا اليوم نعم إحنا خلينا نحكي على المركز الحالي اللي هو في البشير إحنا لا ندعي في وزارة الصحة أنه هذا المبنى أو المستشفى خمسة نجوم إحنا لم ندعي ولا ندعي الكمال الكمال لا هو أحده فقط لا غير طيب الحجر هو من سماته أنك أنت تحافظ على البلد من خلو هذا الفيروس في البلد اللي أنت فيها الحجر هو قاسي ظروف الحجر قاسي جدا لكن المبنى الموجود في وزارة الصحة هو مبنى متواضع يفي بالغرض اللي هو الحجر موجود فيه كافة الخدمات الفندقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر